لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد نستكمل الأثار الإيمانية في قلب العبد المؤمن من مناسك الحج قال جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حدة الوداع قال بعد أن ذكر طواف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الركعتين خلف المقام ثم شربه من ماء زمزم ثم استلامه الحجر ثم ذهابه إلى الصفة وخرج من الباب إلى الصفة إذ كانت الصفة والمروة خارجاً للمسجد يومئذ وإنما أدخلت في العصر الحديث وصارت جزء من المسجد بعد ذلك قال جابر فبدأ بالصفة فراقي عليه أي بعد أن ترى الآية كما سبق وقوله أبدأ بما أبدأ الله به فراقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحض الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجذ وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده تذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الله وحمده وقدرته بعد ذكر وحدانياته وتكبيره يعني المشروع للعمد أن يرقى على الصفة يرتفع عليه كما وقفت عليه هاجر رضي الله تعالى عنها وأن يستقبل القبلة يستقبل البيت وينظر إليه ويقول لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم الدعاء ذكر أولا وحدانياته وتكبيره وعظمته وذكر نعمة الله وحمده وقدرته وهي أساسية التوحيد كلها وذكر صلى الله عليه وسلم نعمة الله عليه بهزيمة الأحزاب وحده ثم دعا في هذا الموت لأنه مضمة الإجابة مع استحضار الافتقار والتضرع والشكر والطاعة والتوحيد والاتباع فليجتهد الساعي بين الصفا والمروة والواقف للدعاء على الصفا والمروة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستحضر هذه المعاني العظيمة لعل الله أن يقتل دعاءه توحيد الله في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إن قضية التوحيد وكلمة التوحيد أعظم كلمة بعث بها الأمرياء وهدف المؤمن في الحياة تحقيقها لا إله إلا الله وحده فإثبات الوحدانية في الإلهية له وحده عز وجل ثم يؤكد ذلك بترك الشرك لا شريك له التبرع منه ونبذه ثم إثبات الملك لله عز وجل وإثبات الحمد له الملك وله الحمد وكل منهما كمال فله الملك إثبات لربوبيته وله الحمد يتضمن توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبيه الحمد لله رب العالمين فهو يذكر صفات الرب عز وجل فيحمده على وحدانيته فلأن الله له الحمد يحمد عز وجل على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وله الحمد على نعمه على عباده الحمد على الحسن والإحسان الحمد على الكمال الذاتي وعلى نعمه على العباد فهذه تضمنت أركان التوحيد كلها واقتران الملك والحمد له عز وجل كمال ثالث يعني الملك وحده له كمال والحمد له وحده كمال واجتماعهما كمال ثالث لأن أكثر الحلق إن وجد فيه من يحمد لا تديده في الغالب له الملك ومن له ملك نادرا ما يكون محمودا عامة من له الملك من الخلق لا يتصرفون فيه بما يحمدون عليه فليتصرفون في الملك بمقتضى الرغبات والشهوات والأهواء فترتب على ذلك أن عامتهم يذمون شرعا وقدرا شرعا يعني لمخالفتهم الشرع وقدرا أن الله يجري على ألسنة الخلق مذمتهم والدعاء عليهم ومغضهم لسبب أنهم يتصرفون في الملك بما يخالف الحمد بما يخالف ما شرع الله عز وجل الملوك العادلون عبر الزمان قص الله علينا من قصصهم إثنان لهما من الملك مع الحمد في الزمن الماضي ذو القرنين وسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومدة الجمع بين الملك وحسن التصرف في الأمة هي في فترة النبوة وفترة الخلافة الراشدة وهي قليلة بالنسبة إلى عمر الأمة وأما من له حكمة في التصرف ونحو ذلك غالبا لا يكون له من الملك لا يكون ملكا ربما يفر أهل الحكمة والعقل وأهل الصلاح والتقى ممن لهم الأعمال الصالحة التي يحمدون عليها يفرون من الملك وذلك أن الملك بلاء على صاحبه فنادرا جدا ما يكون هناك ملك محمود في البشر مع أن ملكهم ليس مستقرا في الحقيقة ولا دائما وأن حمدهم إنما مرده لطاعتهم لربهم الذي يستحق وأن يحمد هو سبحانه على ما وفقهم له فرغم ضعف نصيب المخلوقين من الملك والحمد المجازي ومع ذلك الملك المجازي لأنه مش مستقر وحمد مجازي لأنه إنما كان رطاعتهم لمن له الحمد ومع ذلك فنادرا ما يجتمعين ولذا كان اجتماؤهما في حق الله كمال ثالث فهو يتصرف في الملك بما يقتضي حمده وهذا فيه إثبات للقضاء والقدر وإثبات الحكمة والتعليل وإثبات كمال الرب فيما يصنع في خلقه وكذا إثبات القضاء والقدر أتم وضوحا في قوله وهو على كل شيء قدير لأن القدر قدرة الله وهو الإيمان بقدرة الله الشاملة على أفعال العباد وذواتهم وأفعالهم الاضطرارية والاختيارية فهو على كل شيء قدير نجد حقائق الإيمان كلها موجودة في هذا الدعاء العظيم وإذا استحضره العبد في هذا الموطن فإن طوافه بين الصفا والمروة سعيه بين الصفا والمروة يختلف عن مجرد المشي ومجرد الصعود والرغبة في الانتهاء من هذا الركن الصعب الذي فيه مجهود ليس كذلك بل إذا استحضرنا التوحيد والتكبير وكررنا معنى توحيد الإلهية وإذا استحضرنا نفي الشريك ونفي الشرك وأهله والتبرؤ منهم واستحضرنا حمده وملكه وأجتماعهما واستحضرنا كمال قدرته وقضاءه وقدره تجد حقائق الإيمان أمام عينيك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صدق الله وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فيه اليقين بوعد الله وأنه صادق الوعد والثناء على الله عز وجل لأنه صدق وعده تكرير لا إله إلا الله وحده مرة ثانية تأكين على أهمية قضية دوحيد الألوهية له الألوهية وحده وهو الذي صدق وعده ما ضيع المؤمنين ولا هزمهم بل كما قال عز وجل على لسان يوسى صلى الله عليه وسلم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فقد أظهر الله الدين ولا شك أن هذا له ارتباط وثيقة بما كان من جهاد والحج والعمرة مما يظهر فيهما دائما ظهور الدين وصدق وعد الله عز وجل هذه الأماكن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى الله على جبل الصفاء في أيام كان فيها مضطهدا مظلوما مستضعفا صلى الله عليه وسلم هو وعباد الله المؤمنين فقد وقف قبل عشرين سنة من هذا الموقف على جبل الصفاء يعني من موقفه يوم حدة الوداع منذ عشرين سنة من هذا اليوم عندما أمر بالجهر بالدعوة بعد أن كانت الدعوة أولا في السر ثم أمر بأن ينذر فقام على جبل الصفاء دعا قريشا فعم وقص وقال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا وسمى عمه العباس وسمى ابنته قاطمة وسمى أفرادا من قريش فقابلوه بالسوء وقال له عمه أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا لما دعاكم إلى التوحيد فبعد عشرين سنة كان النصر نصرا عظيما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في نحو مئة ألف من أصحابه بل مئة وأربعين في بعض الروايات وقد استجاب الله دعوته ونصره وأعزه وأعلى شأنه ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم وأصبحت اليوم أماكن للعبادات والأذكار يقصدها الناس من المشارح والمغرب ومن أرض الله كلها بعد إن شهدت في أيام الإسلام الأولى الأذى الذي تعرض له أهل الإسلام من المهاجرين الأول وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أذى خولا وفعلا ومع ذلك ومع ذلك صرت تقصد من كل مكان في الأرض بفضل الله لا يوجد مكان في الأرض يعظمه أصحابه وأهله مثل ما يعظم المسلمون هذه الأرض المقدسة التي يحجون ويعتبرون إليها فالجهاد والحج والأمر قرنان في ظهور هذه المعاني ويقال دائما في كل سفر ولكن هذا أخص أظهر والله أعلى وعلم يعني لا إله إلا الله والله أكبر يقال في كل سفر وقوله صلى الله عليه وسلم صدق وعده يحتاج المؤمنون إلى هذا دائما خصوصا مع شدة الحال ومع تكالب الأعداء فلابد أن توقن بصدق وعد الله كما كان الناس في الأزمية الأولى لإسلام يرون بالموازين الأرضية أن الهزيمة لاحقة بالمؤمنين ولابد فقد قال تعالى حاكيا قولهم يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم نعوذ بالله من هذا الحال كما يقول كثير من الناس اليوم تؤسوس له نفسه أن لا فائدة وأن الإسلام قد حوصر وأعداء الله ملكوا أنواع الأسلحة وهم قد حاصروا المسلمين في كل مكان وقد تلبسوا بأنواع من الشدة على المؤمنين من الجوش التي بين أيديهم وأنواع من المعرفة والعلوم الحديثة ولذا يقول البعض لا فائدة على العبد المؤمن أن يوقن أن وعد الله صدق وأن الله مظهر دينه بل والله إن هذه الأمور التي تجري للمسلمين من الظلم والعدوان من أعظم أسباب قوة الدين ولو تعمل متعمل في أحداث الواقع لوجد أن كل عقبة يضعها الأعداء تنقلب عليهم وأن كل أسباب المحن للمسلمين في الحقيقة أسباب منح لهم وأسباب قوة فهذه العقبات إنما قدرها الله ليقوى أهل الإيمان إيمانا وإسلاما يزدادوا إيمانا وإسلاما ثم قوة مدية بعد ذلك فالله يجعل من هذه العقبات وقودا لانطلاق أهل الإيمان الموقنين بوعد الله وبهذا تنال الإمامة للدين كما قال جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق وعده يقولها المؤمنون من أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوها منذ كم مشر الله عز وجل بمحمد رسول الله والذين معه منذ نزلة التوراة ثم الإنجيل آلاف السنين مرت قبل أن ينجز وعد الله بالوحي المستعلن المتلألئ الظاهر من جبال فاران إن كان وعد ربنا لمفعولا صدق وعده عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مولودون في التوراة ومولودون في الإنجيل فاعلموا أمة الإسلام أن الله اجتباكم عبر الزمان وصدق وعده وأظهر دين الإسلام فله الحمد سبحانه وتعالى وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصر عبده النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه بهذا الموضع موضع ظهور التام موضع اجتماع العرب على كلمة واحدة لا إله إلا الله واتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر نفسه بالنبوة ولا بالرسالة ولا بالإمامة فإنما وصف نفسه بالعبودية توضعا لله عز وجل في هذا المقام يذكر هذا كثيرا نصر عبده فهذا من توضعه ومعرفتي أن العبودية أعلى مقامة العباد فأفضل ما يكون الإنسان أن يكون عابدا لله عز وجل ما نسب النصر لنفسه في موطن من مواطن النصر دائما يتفاخر المتفاخرون لأن انتصرنا في المعركة الفلنية وأنه كان منا تخطيط وكان منا إعداد وكان منا كذا وكذا حتى انتصرنا على عدونا وهو صلى الله عليه وسلم في أعظم انتصار يقول ونصر عبده صلى الله عليه وسلم عاملا بنصيحة جبريل صلى الله عليه وسلم عندما أتى من عند الله يخيره بين أن يكون مليكا نبيا يعطي ويمنع بغير حساب وبين أن يكون عبد الرسول يقسم ما أعطى الله عز وجل لا يضع في شيء إلا بأمره فكأنه استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبد الرسول صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعتقل الشاتر أهله ويكون في خدمة أهله هل رأيتم ملكا يلبس ثوبا مرقعا هو الذي رقعه بنفسه فوأن أحدا منا رقع ثوبه فكان ذلك معدودا في التواضع ويرقع بالأدوات الحديثة التي تجعل القطع غير طاهر ولكن أن يكون هو الذي يرقع ثوبه فتظهر الرقعة بلا شكل لأنه عبد رسول صلى الله عليه وسلم فذكر في هذا المقاب ونصر عبده يصف نفسه بالعبودية وينسب الفضل إلى الله يذكر ذلك خصوصا في الأماكن التي ذاق فيها صلى الله عليه وسلم أنواع الأذى والإخافة في الله سبحانه وتعالى أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده معنى عظيم من معاني التوحيد والشكر نقوله نحن ونشهد أنه لولا أن الله هزم الأحزاب وحده لما كنا نحن مسلمين اليوم فاللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء أم عليك أنت كما أثنيت على نفسك وذكرها هنا خصيصا وحده ذلك أنه لم تكن أسباب من البشر ولنتذكر ليلة الأحزاب وهو يطلب من الصحابة رضي الله عنهم من يأتيه بخبر القوم ويكون رفقه في الجنة فلا يتحرك أحد ثلاث مرات وفي كل منها يتركهم ويصلي هويا من الليل روى مسلم في صحيحه عن إبراهيم التيمية عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب أخذتنا ريح شديدة وقر قر يعني برد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتنا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد وهذه الرافة اختصار أنه صلى هويا من الليل صلى دزءا من الليل في كل مرة لا يجبونه يصلي قال ثم قال على رجل في مرة ثالثة يأتنا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال قم يا خذيفة فأتنا بخبر القوم فلم ألد بدا اذ دعاني باسمي أن أقوم قال اذهب فأتي بخبر القوم ولا تذعرهم عليه فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام ولا في برد ولا في حاجة ولا حتى الخوف ذهب منهم حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم عليه ولو رميته لأصبته ثم فرجعته وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت أو قررت أصبني البرد فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت له كانت عليه يصلي فيها يعني من ثوب ثوب بعض نساء ثوب عائشة من قلة الثياب وشدة البرد وكان لما رجع كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي قال فلم أزل نائما حتى أصبحت فلما أصبحت قال قم يا نومان سبحان الله لما ذهب حذيفة وأتاه بخبر القوم الذين تفعلوا بهم الريح ما تفعل تطفئ نيرانهم وتقلب قدرهم وتخلع خيامهم وتفعل بهم جنود الله ما تفعل من إرعابهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا إن هزيمة الأحزاب لم تكن بهمة وعمل من البشر تناقص الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفتنة والزلزلة من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد وشدة الظلمة والليح حتى كانوا في أول الغزوة ثلاثة ألاف في ليلة رحيل الأحزاب كانوا ثلاثمائة ولم يصنع أحد شيئا لهزيمة الأحزاب فيستفادوا منهم أنه مهما تحزب أعداء الإسلام ومهما اجتمعوا على عدوة هذا الدين وعلى حرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإن من يحارب مبادئ الإسلام ويحارب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء الأحزاب هؤلاء الذين وإن زعموا أنهم أتباعه أنهم أتباعه وأن صلوا عليه بألسنتهم عشرات أو مئات المرات لكنهم يحاربون ما جاء به ويعادون ما جاء به من التوحيد والإيمان وينشرون الفساد في الأرض ويصدون عن سبيل الله سواء من الكفرة أو المنافقين ولو قال المنافق بلسانه إنه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما دام أنه يصد عن سبيل الله فهو من الأحزاب الذين تحذبوا على الحق والله هازمهم وهذا مما يشرع به الدعاء في المواطن المختلفة ويدعى الرب عز وجل لأنه هازم الأحزاب وحده هذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الاسم وصيغة الفعل في عند الصفة والمروة يقول وهزم الأحزاب وحده وعندما إذا التقى الصفان كان يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وفي لواءة سريع الحساب هزمهم وزلزلهم من صن عليهم وهذا أمر نحبه الله وهذا الثناء على الله في هذا المقام في هذا الجمع يدل على خضل الثناء على الله بهذا الذكر فله الحمد فكل هذه أحاديث رفيعة القدر جدا فلو أن الإنسان استحضر شيئا منها لذاب شوقا وحبا لله عز وجل وأحيا قلبه بالإيمان فهذه الأذكار نادرا ما تخطر معانيها ببالنا ونحن نسافر والذاكر منا من يذكرها بلسانه والناس مولعون لأن يقولوها مرددين خلف قائل لها بصوت مرتفع مع أن هذا ليس من السنة فيمكن أن يجهر القائل بها ليعلم غيره فيقولها في نفسه ويجاهد نفسه في استحضار معانيها فإنها بإذن الله تجدد حقائق الإيمان في قلبه والله المستعان ثم إنه أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء قال النووي فيه إنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفاء وهذا متفق عليه والذي يظهر أنه عندما دنى من الآية أنه دنى من المروة قرأ الآية أيضا والظاهر أنه يقرأها كاملة وإنما أشار الرو إليها كما ذكرنا والله أعلى وأعلم ونستكمل في مرة أخرى إن شاء الله وأقول قول هذا وأستغحر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر